إزاي بتقدري تحافظي على قصة الإرادات يعني أنت بتأملي إرادات بتنزلي ينزل اسم ليلة علوي بيعمل إرادات الحمد لله ده قرب من ربنا أنا مش أنا اللي بحافظ ده قرب من ربي أيوة بس ده في اختياراتك بقى يعني أجيال بتعدي على فكرة في جيل قبلك كان إرادات عظيمة برضو ناديا الجندي و بولبولة نبيل عبيد و كده أنت جيلك أنت و يسرى و إلهام برضو جيل تقيل جيل اسمه كان على الأفيش يعمل إرادات تقيلة لا أنا مش أنا أنا لما بيجي لي ورق بختار اللي أنا بحبه وبقول يا رب بس فبجد تقرب ربنا وهقولك حاجة المنتج عليه عامل مهمة إزاي بقى إن هو يعمل دعاية كويسة للفيلم إن هو يكبر فيلمه يعني شوفي هنا في شجر دادي نانسي عجرم أول مرة تيجي تغني لأستاذ هشام عباس حبيب قلبي برضو طبعا حبيب يعني اهتموا بالفيلم الفيلم المخرج عامل شغل لحيال المؤلف لأي سيد عاملت معالجة لذيذة كده و صح لذيذة و صح يعني عارفة لما تعمدي فيه أي فيلم من أفلامك حاسيت أنه تظلم آه طبعا فيه زي سمع هس آه يعني سمع هس بكل الجوائز اللي أخدها وبكل النجاح اللي حققه إيه لأنه هو ما عملش إرادات لأنه نزل في توقيت غالط بس مثلا أفلام هلبية عمل إرادات عالية جدا جدا أعلى فيلم عملك أعلى فيلم عملك إرادات إيه ليلة لا مش فاكرة أعلى لأنه طبعا يعني الجنزة ما ينجل الجنزة يعني وقتها لما تقلق يعني مثلا المغتصبون عمل إرادات عالية قوي الرجل الثالث بهلبية يعني انزار بالطاع يا الدنيا يا غرامي أفلام يوسف شهين كانت طبعا المصير كمان بس كانت قيمة أكتر ولا إرادات أكتر أنا عملت فيلم المصير مع الأستاذ شهين والحمد لله وده كان كل حاجة يعني كان كان وجايزة شهين لا يرحمه وإراد ومش إراد بس ده لف العالم وروحتي معاك ده عنده نسخة يباني المصير حضرتك يباني أنا بتكلم يباني ويهاني بيكلم يباني وحميدة بيكلم يباني ها روحتي معاك وروحتي كانت وخدوا أقام جايزة والأستاذ شهين أخد جايزة هو أستاذ شهين خيال فكرة اللحظة دي مش ممكن أنساها حصل إيه حصل إن قلبي كان بيزغرت وكان كلها كانت بتزغرت والناس كلها كانت بتسقف ويعني كنت حاسة كده إن أنا مش مشي على أرض إن أنا على سحاب ومش أنا لوحتي لأن استقبال الفيلم من الجمهور في كان ومن لجنة التحكيم كان فوق الوصف وكنا لما بنتلع لما تلاينا برا السينما الناس في الشارع اللي هم اللي هم فيه منهم غربة وتوانسة ومصريين وعرب لكن فيه منهم أجانب من كل الجنسيات العالم فلما كل ده يجتمعوا بتبقى أنت يعني مش عايزة حاجة أكتر من كده حسيت إن دي نقطة فاصلة في حياة ليل العالم ده حلم أنا تمنيته وتحقق الحمد لله بفضل ربي الحمد لله